سنين طويلة وإحنا نسولف وكلمة ليش دائماً على لساننا ليش إحنا من دون شعوب الأرض دائماً حكامنا أما مستبد أما دكتاتور أما قاتل أما فاسد مع الألم إذا باوعنا على أمنيات العراقيين أمنيات بسيطة جداً ومع بساطة هذه الأمنيات وعدم الاستجابة لها سخفت هذه الأمنيات وصل الحال بالناس يدور له على فرصة عمل يعني يشتغل يحصل له خبزة ومن ما حصل الخبزة أراد باللي يلي سيذبابه وينام مرتاح وهما إجتي ومرات نسأل ودائماً نسأل وبقينا نسأل وين العلة العلة بنا لو العلة بالحاكم العلة بالشعب بارع يصنع دكتاتور لو هو الكرسي بالحكم بالعراق بيلعنا وهذا البلد بخيرات وضعها الله سبحانه وتعالى تعيشنا ملوك إحنا ولويانا ولطبنا ولبصفنا واللي غاد من عدنا لكن حكامنا في كل الأزمنة دائماً عين على القاصة ومن يبوق ما يبوق مثل يبوقون يبوق كل ما موجود وكل اللي بالبلد وبعدين يأخذونا يقترضون بنا يجدون بنا من البنك الدولي من صندوق النقد الدولي ويجيبوهن وهم يبوقوهن ومرات تجينا مساعدات وتجينا معونات وهم الولد يأخذوهن هذه الصورة إلى متى؟ متى يظهر عراقياً شريفاً مؤمناً صادقاً راضع من صدر أمه يطي جزءاً بسيطاً يسيراً من خيرات العراق لهذا الشعب المسكين اللي إلى حد الآن يسكت ما ترضون يحكي ما ترضون يظاهر ما ترضون يطلع بالتلفزيون ما ترضون يطالب بحقه ما ترضون إلا يشتغلوا إياكم ومن قلت لكم الناس يا بريد نشتغلوا إياكم من الروح؟ أين البوصلة؟ وين تتجهون؟ إلى متى أنت خال إيدك على زنادك ومقوارك بيدك؟ ووصل بيكم الحال اليوم طفيتوا حتى تليفوناتكم وأولادكم ونسائكم ما يدرون بيكم أنتوا خاتلين وين؟ ليش ما صرت تزلم؟ وتحملتوا هاي المسؤولية وكلوا بالعافية هذا الخير ما يخلص الرجال مواقف وكنا دائما نبحث عن هذه المواقف لماذا البلد ما بيشارعوا عن بلط؟ لماذا البلد مر الشيلون الرصيف ومر الصبغونة؟ ورحت التريليونات من 2006-2004 إلى 2014 تريليون دولار طب للعراق وأنا ما أدري بالتريليون ألف مليار 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 ما أفهم بهاي اللغمات الأرقام هاي الأخوة الحرام ويفتأموها؟ وين الكفاءات العراقية؟ وين رؤوس الأموال العراقية البرة؟ ما أدري رؤوس الأموال العراقية البرة يخافون يجون يخافون يتبوقونهم؟ يخافون يطبون يخاف استعدوهم بالبطل استعدوهم بالبيام؟ لو تردون منهم حصاص؟ قضية أخوان شائكة، معقدة، متعبة، مؤلمة دائماً نركز على أن نقول هذا دائماً نمتلك الجرأة في أنه صارحكم بالحقيقة لأنه اللي إذا نشوفه الآن واللي إذا نشوفه العالم ما حصل في مكان آخر من الأرض لما تكتلون الناس ما نشبههم موتنا ما يشبه موت الناس ولما تبوقون بوقنا مو مثل الناس ولما تحكمون حكمكم مو مثل الناس افتونا يرحمكم الله إلى أي مدى هذه الصورة سوف تستمر ترجمة نانسي قنقر